أكو حركة إعمار مشاريع جيدة يتحدث عنها والمؤتمر الصحفي الأخير الرئيس الوزراء تحدث عن 80% نسبة الإنجاز اللي حصلت حتى بالطاقة الكهربائية الرجل يقول وفرنا زيدنا قطاع الطاقة بـ 26 ألف ميجاوات عالي الوردي مشروع مدية الجواهري بوابة العراق مترو بغداد مجسرات تبليط إلى آخره أوكي راح تقول لي الدولار وسعر الصرف يراوح مكانه ووعده ولم يفي إذن هو وعده ولم يفي لكن كل شيء إلى خسارته يا أستاذ نزار والمنظومة تتمشي الأمور جيدة رغم المكابح السياسية والمعوقات والبيروقراطية والعشائرية والأتاوات اللي تشاهدت الصير لكن الشفتينغ اللي يصير بحكومة السوداني واضح وإلا شنو رأيك؟ نعم شكرا جزيلا أولا مساء الخير عليك وعلى الضيف الكريم والمشاهدين العزاء نعم إذا تسمح لي خلق أذكر واني ذكرت قبلك نعم لأن هذه التذكرة مهمة جدا يعني إلها حواقبها وإلها تبعاتها البنك المركز اليوم باع 214 مليون دولار وليس كما وعد السيد السوداني بمعنى حسب تفسير السيد السوداني حسب تفسير السيد السوداني اليوم كان أكو حدود 170 مليون دولار غسيل أموال وتهريب عملة وتمويل إرهاب هذا حسب تفسير السيد السوداني أحسن لأن السيد السوداني كلنا نتذكر قال أن العراق لا يحتاج إلى بيع أكثر من 30 إلى 50 مليون دولار وأن كل دولار إضافي على هذا المبلغ هو إما تهريب عملة أو غسيل أموال كان بوقت الحد الأعلى 50 مليون صحيح نعم وعندما سؤل بالبرنامج قال لدولة الرئيس أنت متأكد يعني ثبت لكم هذا الشيء قال لنعم لقد ثبت لنا ذلك طبعا الضيف الكريم سيادة المستشار يطلب وثيقة السيد السوداني خلو ما جاء بنا وثيقة تصريح السوداني تصريح وأعتقد تصريحه مسؤول لأنه هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء فعندما يقول أن كل دولار فوق مبلغ 50 مليون 30 إلى 50 مليون هو غسيل أموال والتهريب عملة فأكيد يعني هو صادق أكيد هو دقيق في هذا الكلام هذا شنو يأثر هذا هذا الرقم الذي ذكرته قرابة 150 مليون أنت وصفته ربما تمويل نشاطات مشبوهة وغسيل أموال أو تهريب إلى آخره هذا شنو يأثر على عجلة الإعمار ما طولت تجبتها جبتها شنو يأثر نعم طبعا طبعا كذلك طبعا بالمناسبة خلينا نذكر اليوم سعر الصرف كان 154 وليس كما وعد السيد السوداني طبعا نحن نعرف جيدا أن هذه المبالغ كل دولار هو ملك الشعب العراقي كل دولار في العراق أو كل دينار في العراق هو ملك الشعب العراقي فعندما يتم تهريبة أو عندما تتم عملية غسيل أموال من المتضرر الأول؟ المتضرر الأول هو العراق الشعب العراقي صحيح؟ هاي واحدة الشيء الثاني هذه الأموال التهرب أو التي يتم فيها غسيل الأموال هذه طبعا تقلل من قيمة الدولة ومن قيمة اقتصاد وماليات الدولة وهذا طبعا يرتبط بشكل مباشر بموضوع الاستثمار لأن الاستثمار عادة شيء معروف